فإحنا كنا بنستكمل الحديث عن شهر رمضان والصحة الجسدية والصحة النفسية وكنا بنستشهد بأحد الأحاديث الشريفة الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول في أحد الأحاديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه أقصد أقول إن شهر رمضان كله يعني كله هدى ورحمات كويسة قوي إحنا نقدر نستفيد بيها في حياتنا ونقدر نستفيد منها في الصحة الجسدية بتاعتنا والصحة النفسية بمعنى لما ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام فرضوا علشان خاطر صحتنا تبقى كويسة سواء نفسيا أو جسديا تعالوا نناقش مع بعض نقطة نقطة كده عشان نفهم يعني إيه صحة جسدية وصحة نفسية سوية مع الصيام أول حاجة اكتشفنا في الدراسات الحديثة إن الصيام له دور رئيسي في علاج الاكتئاب هتقولي يا دكتور وليد يعني إيه العلاقة إيه علاقة الصيام بمرض الاكتئاب يعني الاكتئاب ده أولا عشان نفهم بس مرض الاكتئاب دوت هو نوع من أنواع الأمراض النفسية اللي بتصيب النفس البشرية بتبقى ليه بعض الأعراض نتعرف عليها مع بعض عشان برضو كلنا نستفيد أول حاجة فكرة الاكتئاب اكتئاب يعني تلاقي العيان دايما في حالة عزلة عن الآخرين دي نقطة لأنه يقولك دي عمده مكتئب سيبه سيبه مكتئب يعني قاعد لوحده دي نقطة نقطة التانية شهيته على الأكل بتبقى أولايلا قوي وضعية النوم بتاعته مش بتبقى حلوة مش في أفضل وضع التعاملاته مع الآخرين مش ما بيبقاش مستمتع يعني بيفقد اللزة في أي تعاملات مع الآخرين اللزة مش موجودة حتى لو كان في وسط فرح مثلا يعني مثلا على سبيل المثال تلاقيه مش حاسس باللزة أو بالمتعة هو ده مريض الاكتئاب اكتشفنا أن الصيام أو عدد ساعات الصيام اللي هم تقريبا بيبقى حاولي 16 ساعة حاجة زي كده أو 14 ساعة يعني من 14-16 ساعة الأوقات ديت بتخلي الخلايا بتاعت المخ تنشط بشكل غريب سبحانك يا رب يعني بشكل غريب كده وتطلع مادة اسمها مادة السيريتونين مادة كده عندنا في المخ بيفرزها الخلايا بتاعت المخ المادة دي اسمها السيريتونين مادة السيريتونين ديت هي اللي بتتسبب في حدوث الايفوريا الايفوريا أو الانبساط لقوا أو اكتشفنا يعني في الأبحاث الحديثة أن الخلايا بتاعت المخ كلما بتقعد صايم فترة تلاقي الخلايا بتطلع المادة دي مادة السيريتونين اللي احنا حتى بنسميها يعني بالبلد كده بنسميها هرمون السعادة فاكتشفنا أن الصيام له علاقة بتحسن مريض الاكتئاب سبحان الله يمكن الروحانيات اللي بتبقى موجودة في رمضان أثناء الصيام دي برضو عامل من العامل المهمة زائد أن الخلايا بتبقى لها القدرة على الإفراز بشكل كبير قوي لوحدها كده كلما تقطع عنها الأكل فترات طويلة عشان كده سبحان الله لما كانوا بيقولوا صوموا تصحوا سبحان الله اهي ما هي الصحة اهي الصحة بتيجي من السيام